المسيح الوسيط والشفيع أهلا أحبائي أرحب بكم أجمل ترحيب هل انتهى عمل المسيح؟ المسيح الأزلي تجسد في ملء الزمان عاش حياة طاهرة وخارقة أيضا علم أجمل التعليم صنع المعجزات الخارقة حياته معجزة أخلاقية شهادة حية لكل من عايش ورأى ونظر يسوع المسيح شهد لكماله جاء المسيح ببرنامج بمخطط إلهي أن يثبت وجهه نحو أرشليم وفعلا ذهب إلى أرشليم بمشورة الله المحتومة ولتتميم النبوات أيضا تألم صلبة مات موتى شنيعة فضيعة جدا مات على الصليب وفعلا دفن وفي اليوم الثالث قام وهو على الصليب قال قد أكمل وبعد ما قام من الأموات ظهر للتلاميذ وبرهن عن نفسه أرى نفسه ببرهين حية حية كثيرة لمدة أربعين يوما وبعد أربعين يوم من إحدى جبال الجليل أعطى المأمورية العظمة وقبل ما يصعد إلى السماء من جبل الزيتون شدد على هذه المأمورية أن نكون شهود ليسوع المسيح وصعد إلى السماء أمام مرأة الجميع واختفى عنهم من خلال سحابه ملكان أكدا للتلاميذ وقالا أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين هكذا كلموا عن يسوع أن هذا الذي صعد إلى السماء سيأتي هكذا كما صعد وكأنه الأمر انتهى طبعا يسوع وعد بإرسال الروح القدس وبعد عشر تيام يعني من عيد الفصح للعشر تيام بيكون مر خمسين يوم تسعة وأربعين يوم مع اليوم الخمسين بيسموه عيد الأسبيع أو بنتيكوست اللي هو عيد العنصر نسميه نزول وحلول الروح القدس على التلاميذ وابتدأت الكنيسة الأولى هل اختفى مظهر وعمل يسوع المسيح أم ما زال يعمل حتى هذه اللحظة سنسمع عن هذا الموضوع ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ومعروف لدى الكاترين من خلال مشاهدتكم للقنوات الفضائية خادم الله الأخ إلية كرولوس من مصر وهو موجود معنا حاليا في الستوديو أهلا وسهلا أخ إلية أهلا بيك أخ نزار فرحان أكون مع حضرتك وفرحان نتكلم في هذا الموضوع الرائع النهاردة مع أحبائنا وأنا بشكرك من كل قلبي على طبعا استجابتك للدعوة شرف طبعا المشاهدين كلهم شكرا بحبوك وبعزوك جدا موضوع يمكن مش عم نسمع كتير عنه تركيزنا عادة مثل ما ذكرت في المقدمة يمكن من طفولة يسوع أو من تجسد يسوع المسيح إلى صعوده إلى السماء وكأن الأمر انتهى بعدين نرجع على سفر الرؤية ونشوف المسيح في السماء ممجد لكن الصورة مش مكتملة عند أغلب الناس واللي بشاهدونا طبعا أغلب الأغلبية جماعة غير مسحيين والمسحيين ما أعتقدش أنه فاهمين الموضوع بعنوان المسيح الوسيط والشفيع فإذا السؤال الأول ما هو الفرق بين الوساطة وبين الشفاعة مش الأسماء متشابهة نوعا ما بالتأكيد الأسماء قد تكون متشابهة لكن العمل مختلف تماما عملين يقوم بهم الرب يسوع المسيح الآن في السماء كالوسيط وكالشفيع ببساطة جديدة كلمة وسيط معناها مصالح يقف بين الإنسان الخاطي وبين الله العادل في السماء فلكي يقترب الإنسان الخاطي إلى الله يحتاج إلى وسيط حتى أن الكتاب قال لنا في العهد الأديم أيوب تساءل ليس بيننا مصالح أو وسيط يضع يده على كلينا ويصالحنا وجدنا الإجابة في تميساوس الأولى اتنين خمسة لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح فكلمة وسيط أخ نزار معناها المصالح الذي يقود الإنسان الخاطي لكي يتصالح مع الله والأساس لأنه بذل نفسه فدية لأجل الجميع طيب المسيح هو موجود في السماء واللي بيعمل على الأرض هو الروح القدس اللي ببكت الناس على خطية واللي بيقود الناس إلى معرفة يسوع المسيح الكتاب بقول عن يسوع جلس في يمين العظمة نعم وطالما أنه وجلس في يمين العظمة واحد من الأدوار اللي بيقوم فيها الوساطة نعم فهو يعني كيف بس وضحنا الفكرة كيف بيتواسط مع الآب للخاطئ على الأرض الوساطة بين الإنسان الخاطئ وبين الله القدوس ما معنى كلمة وسيط معناها أن الإنسان يأتي إلى الله من خلال الرب يسوع المسيح إذا أردت أنا كخاطي أتصالح مع الله وأقترب من الله أحتاج إلى وسيط هذا الوسيط دفع الحساب هذا الوسيط مساوي لله هذا الوسيط عنده الكفاءة أنه يأخذ الإنسان الخاطئ ويدخل به إلى الله كما قال الرب يسوع المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيه ببساطة أي خاطب يسمعنى أو أي وحد يشعر بخطياء ويريد أن يقترب من الله يأتي من خلال هذا الوسيط الرب يسوع المسيح لأنه دفع حساب خطياء في الصليب وسدد ديونه ويطهره من كل خطيئة ويمسك بيده ويدخل به في كمالاته واستحقاقه لكي يتصالح مع الله القدوس كإبن الإنسان الكامل اللي قام بعمل الفداء الكامل طبعا فهذا بيعطيه الشرعية والكفاءة أن يقوم بهذا العمل لأنه بلا خطيئة وكفارته يعني أو عمله عظيم جدا هو الوحيد الذي استطاع أن يشبع قلب الله وأن يسره طيب الشفاعة يعني كلمة كبيرة هي بتطلق على شخصين في الكتاب المقدس نعم على الروح القدس وعلى الرب يسوع وعلى الرب يسوع طيب إذا المسيح هو الشفيع عند الآب في السماء فإذا كيف ممكن نفهم في كلمة الشفاعة الشفيع معناها المحامي أوكي وببساطة شديدة أن كان دور الوسيط هو بين الخاطي والله القاضي أما الشفيع كلمة أدفوكيت المسيح المحامي بين المؤمنين والآب ودي الأرجو الأحباء مش لدي يقضوا بالنا منها كويس أوي وطلحنيها شوي أكتر معلش الإنسان الخاطي يريد أن يتصالح مع الله القاضي دا الوساطة دا الوساطة أما الشفيع فهي المسيح عمل المسيح كمحامي بين المؤمنين اللي قابلوا المسيح مخلصا وبين الله أبوهم فهناك زي ما هنسمع بعد شوية أمور كثيرة تحزن قلب الله الآب والشيطان المشتكي يأتي إلى الله الآب يشتكي على الأولاد المؤمنين فهنا دور المسيح المحامي الذي يحامي عن الأولاد المؤمنين عشان كده الكتاب يقول يا أولادي إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب فعلاقة المؤمنين هي بالآب أما الخاطي البعيد لا يعرف الآب لكن يعرف الله القاضي اللي حكم عليه أجرة الخطية هي موت فيحتاج إلى المسيح الوسيط والشفيع كمان الشفيع للمؤمنين كمحامي بين أولاد الله والآب أما الوسيط بين الإنسان الخاطي وبين الله القاضي طيب المسيح صعد إلى السماء ويعني واضح من الرسالة إلى العبرانيين مكتوب عن المسيح جلس في يمين العظمة نعم وإحنا اللي فهمنا أنه بعده بيشتغل يعني بعده بيعمل نعم لصالحنا لمصلحتنا بيحامي عننا بيحكي لنا مع الآب ففي شفعة لكن شو المغزى لهذا الوجود وجود المسيح الرائع في السماء أو في المجل أشكرك لك للسؤال الرائع دي يا أخ نزار لو المسيح انتهت حياته بالقبر والقيامة أصبح الأمر سمحني أقول إحنا نعيش في المجهول لكن سر الضمان والأمان أن لنا المسيح الآن يجلس في يمين العظمة في الأعالي ماذا يعني وجود المسيح في العظمة هناك يعني خمسة أشياء على الأقل تسمح لأقولهم بسرعة تفضل تفضل الأمر الأولاني ألاقيه في سفر الأعمال أصحاح 2 وعدد 32 و36 فعزة بطرس يوم الخمسين فبيقول فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهودا لذلك عدد 36 جاء الله أن الله جاء على يسوع هذا اللي آمن الأموات ربا ومسيحا فوجود المسيح الآن في يمين العظمة معنى أنه ربا ومسيحا لأنه محدش يقعد في يمين العظمة في الأعالي إلا الرب والسيد والإله رقم واحد الرقم معنى الثاني كون المسيح الآن يجلس هناك أخ نظار زي ما قال الكتاب في رسالة أفاسوس أصحاح واحد وعدد عشرين إن الله أقامه وأجلسه في يمينه في السمويات فوق كل رياسة وإسم وسلطان ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل أيضا وأخضع كل شيء تحت قدمي المسيح قاعد هناك فوق كل رياسة وفوق كل سلطان رقم ثلاثة إيه معنى المسيح قاعد في المجلد زي ما حق ذكرت دلوقتي ده معناها أنه صاحب الاسم اللي مفيش زيه في لب اتنين عدد حداشر يقول الكتاب وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكسب اسم يسوع كل رجبات المعنى الرابع كمان أن وجود المسيح هناك هو صاحب القدرة وكلي الإمكانيات رؤية خمسة عدد ستة يقول لنا رأيته وإذا في وسط العرش خروف قائم كأنه مسبوح صورة تشبيهية للرب يسوع المسيح طبعا وفداءه يجلس في وسط عرش الله والكل يسجد من حوله الحاجة الأخيرة أخ نزار وجود المسيح هناك في يمين العظم في الأعالي بحب أوي عبرانين عشرة وعدد اتناشر ويقول الكتاب عنه أما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله منتظرا بعد ذلك حتى توضع أعداءه موطئا لقدمين المعنى الأخير أي معنى المسيح قاعد هناك المسيح قاعد في يمين عرش الله ينتظر لحظة القضاء التي يأتي فيها لكي يدين الأموات والأحياء في مجيء الثاني طبعا في مجيء الثاني فإذا نحن ننتظر هذا المجيء أنه في التاريخ عم بيصير بخطة محكمة منسجمة من بداية الخليقة من سفر التكوين إلى نهاية سفر الرؤية نشوف التسبيح والترنيم لكل الخلائق في سفر الرؤية وبيتكلم عن سببين لأنك خلقتنا صحيح والسبب الثاني لأنك ذبحت لأنك ذبحتنا واشتريتا بيتكلم عن الفداء فهذا هو موضوع فعلا السماء إحنا بنتكلم عن الشفاعة واتكلمنا عن وجود المسيح في السماء طب إذا هو عم بيشفع شو مؤهلات هذا الشفيع هل أي حد يقدر يروح عند الله الآب ويقول أنا بشفع في الأخ نزار وفي إليا طبعا لا اللي ينفع يشفع وكلمة يشفع قلنا معناها محامي حضرتك لو عندك مشكلة لا سمح الله ومحتاج محامي أنت عايز واحد ريجستر عايز واحد كواليفايد عايز واحد عنده إمكانيات ومؤهلات ده عشان يقف عند الآض الأرضي لكن عشان شفيع يقف قدام الله الآب ويحامي عن المؤمنين لازم يكون معا لايسنس لازم يكون معا مؤهلات اسمح لأقول 3-4 مؤهلات للرب يسوع المسيح لضيق الوقت المؤهل الأولاني أذكر الآية اللي جات في يحنى الأولى أصحاح 2 لما بيقول يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئه وإن أخطأ أحد فلانا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار هذا هو المؤهل الأولاني والبار مش معناها الذي لم يفعل خطية فقط لكن الذي لم تكن فيه خطية والذي لم يفعل خطية لكن في نفس الوقت اللي كل البر خرج منه للمسيح هو المحامي الوحيد لأنه هو البار وبقول لأحباء المشاهدين لو لقيت واحد في الكون كله تقدر تروع عنه البار خده شفيع بتاعك وبما أنه ليس بار ولا واحد فلا يوجد إلا الرب يسوع المسيح المؤهل رقم اثنين يقول عنه الكتاب وهو كفار لخطيانا يعني المسيح عندما يقوم بالشفاعة معه الدواء الذي به يغطي ويدافع ويحامي عن أخطاء المؤمنين ويستر الكفر الغطاء الذي عمله المسيح الذي هو الكفارة رقم ثلاثة المؤهل الأولاني البار المؤهل الثاني كفارة المؤهل رقم ثلاثة يقول عنه الكتاب في رسالة العبرانيين أصحاح سبعة يقول عنه إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم المسيح لا يموت ولم تنتهي خدمته والمسيح لا يأتي يوم الأيام ويتقال عنه أنه مش موجود في السماء لكن 24-7 المسيح في يمين عرش الله حي في كل حين ليشفع في المؤمنين الحاجة الأخيرة يقول عنه الكتاب أنه قدوس بلا شر وبلا دنس قد انفصل عن الخطاط وصار أعلى من السموات عبرانين سبعة عدد ستة وعشرين طيب في صورتين في صورة في السماء المسيح جالس في يمين العظمة والصورة الأخرى صورة المؤمن والمؤمن طبعا مش كامل معرض للسقطات والنزوات ومعرض للخطية فالمسيح عم بدافع بناء على ما فعله هو بار كفارة أنه خلاص يعني كمل العمل وجد فداء أبدي خلاص مش حيموت مرة تانية بناء على ما فعله يسوع المسيح فسؤالي طبعا لما احنا بنتكلم عن الشفاعة لمين بيشفع وكيفية التشفع لمين بيشفع اتفقنا في البداية أنه يشفع للمؤمنين كل المؤمنين كل من يؤمن بالمسيح يسوع اللي اختبر يعني خلاص المسيح صحيح احنا عاوزين إلى أنه فكرة هون مش أي مسيح هو مسيحة ومش أي مسيح بيدعي أنه مؤمن هو طبعا الله اللي بيحكم في هذا الموضوع ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت فهو بيشفع في كل المؤمنين حتى لو كانوا ضعاف بس مجرد أنه طلب الرب دعوا باسم الرب من أجل الخلاص احنا عارفين طبعا أن كلمة مؤمن معناها قبل عمل وخلاص الرب يسوع المسيح هذا هو المؤمن لأن احنا عندنا في بلادنا في الشرق الأوسط بالذات بالصفة خاصة أن كل واحد يعتنق ويعرف عن الله هو مؤمن هكذا يسمونه الناس أما في الكتاب المقدس المؤمن هو الذي اقتنع أنه خاطئ وقبل الرب يسوع مخلصا واحتمى في كفاية كفارة الرب يسوع المسيح على الصليم كتب اسمه في سفر الحياة نال الحياة الأبدية والرب وعد أن هذا المؤمن لن يهلك إلى الأبد المسيح لم يخلصه فقط لكنه يقوم بخدمة الشفاعة والمحامات لأجله هنقول بعد شوي يعني محامات لكنه يشفع في المؤمنين الذين قبلوه مخلصا وربا أما كيف يشفع المسيح زي ما حاجة بتقول وسألت يعني الشفاعة معناها محامات عن المؤمنين عن المؤمنين زي ما قال الرب يسوع المسيح لبطرس هو هذا الشيطان طلبكم لكي يغرب لكم كالحنطة ولكنني طلبت لأجلك لكي ليفنى إيمانك والسؤال هل المسيح يشفع للمؤمنين قبل ما يخطئوه ولا إثناء خطأهم ولا بعد ما يخطئوه وهل بيتوصل يعني قاعد بيتوصل للآب طالما هو عنده نفس المكان ما الناس فكرة يا خنزار أنه معناها يشفع معناها أول ما أغلط المسيح يجري قدام لأ بيقول له لا معلش ده تبعي أشفع له الإجابة لا لأنه المفهوم حتى لغويا أنه كلمة هون الشفاعة بشكل مستمر بالضبط عمل مستمر عمل مستمر فكلمة شفاعة معناها المسيح في كفاية عمله وكفارته يوجد أمام الآب والآب ينظر إلى المسيح في كفارته أنه عملا شفاعيا عمل محامات 24 ساعة سبعة أيام طوال العمر فشفاعة المسيح هي شفاعة مستمرة مش قبل ما أخطئ ولا إثناء ما أخطئ ولا بعد ما أخطئ ده بصفة مستمرة لا ينتظر المسيح لما أغلط ويعني يجري على الآب ويقول له لا معلش عشان خطري أنا بشفع له إذ هو حي في كل حين ليعمله ليشفع فيهم هذه ببساطة قلنا المسيح يشفع للمؤمنين وأيضا المسيح يشفع قبل وإثناء وبعد وجود المسيح أمام الآب في كفارته هذه هي الشفاعة بعينه يعني أنا بحس من خلال الكلمة كأنه عم بقدمنا للآب وعم بيحكي لنا يعني عن عمله العظيم وكيف أنه إليه أو نزار كيف قبله الرب صحيح وأنه يعني كأنه عم بيحكي لنا بيحكي للآب عنه طبعا زهنيا صعب نفهم هاي اللغة بالتشبيهات الإلهية في لغة إنسانية لأنه إحنا محدودين والله خارج نطاق الزمن أنه نفهمه بلغة محدودة فأكيد العمل عظيم جدا وأكبر من عقولنا أنه نستوعبها أضيف كلمة صغيرة أخ نزار البعض فاكر أنا أحتاج الشفاعة لما أخطئ بس لا ده أنا بدون الشفاعة لا قبول لي عند الله حتى كمؤمن لكن أنا أظهر في المسيح أنا مختبئ في المسيح هذه الشفاعة 24-7 حتى في عدم خطأي فأنا باستمرار محمي في داخل المسيح فالمسيح في كفرته زي ما أحد قلت يقدمني للآب 24 ساعة العمر كله هذه الكفاية لأنه الله بينظر إلينا من خلال عمل المسيح صحيح وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله يعني إحنا أصبحنا بر الله مش لأنه إحنا أبرار نعم في بر المسيح صحيح في كمال المسيح يقول الكتاب كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم فيه إنهم لنكون قدسين وبلا لوم قدامه في المحبة فإذن موضوع الشفاعة أكبر نعم من إنه الإنسان يخطئ أو غير يخطئ صحيح طيب رح نخد فاصل قصير يمكن الأمر أثار ذهنك نوعا ما وأثار تساؤل في داخلك نحب نسمع منك يمكنك مواصلاتنا كمان عن طريق التواصل الاجتماعي فيك تتواصل عن طريق الفيسبوك ابقوا معي سأعود بعد الفاصل تتواصل عن طريق الفيسبوك تتواصل عن طريق الفيسبوك تتواصل عن طريق الفيسبوك المسيح الشفيع أهلا أحبائي معنا خادم الرب الأخ إليا كورولوس وما زلنا في حديثنا عن موضوع الشفاعة نحن نعرف من كلمة الله أن يسوع المسيح صعد إلى السماء وجلس في يمين العظمة وبعدين نرى في الرسائل وحتى نوعا ما في الأنجيل يتكلموا بإسهاب عن مجيء المسيح ثانية ويتكلموا عن العصر المجيء بعد انتهاء الزمن هذه الصورة الواضحة أمامنا فإذا المسيح صعد أنا ممكن أفهم أنه لأنه أكمل عمل الفداء المسيح صعد لأنه وعد بإرسال الروح القدس المسيح صعد يعني بعد إكمال العمل لأنه مش حيجي ثانية إلا ما يجي أول مرة كمخلص وأنه يبذل نفسه وإنال الفداء من خلال عمل المسيح لكن فيه زي ما تقول فيه جسر بين يعني مجيء المسيح ثانية ووجود المسيح في السماء عن يمين العظمة اللي هو عم بيقوم في عمل الشفاعة وكأنه الأمر ما انتهى مع أنه الخلاص انتهى يعني السؤال الطيب هو يعني ليه بيتشفع للمؤمنين ألا يكفي أن احنا مثلا آمنا وسلمنا حياتنا للمسيح وضغطينا بالدم ونروح الكل الساكن فينا وننتظر مجيء المسيح إم تقول أنا مش محتاج لعمل المسيح الآن في السماء لما نوصل للسماء حتى برضو وصولنا في السماء نحتاج المسيح اللي جنبنا له المجد لكن نقصد أقول طول ما احنا في البرية يا أخ نزار فهناك ضعفات تخرج مننا هناك سقطات وزلات هناك شكوى من الشيطان علينا وضدنا وفينا ومعنا فلهذه الأسباب مجتمعة نحن نحتاج إلى من يحفظنا ومن يعالجنا ومن يواسينا ومن يحفظ مكانتنا قدام الله الإجابة باختصار لأننا ما زلنا في برية الحروب والألام والضعف والزلات فنحتاج إلى شفيع لأجلنا أمام الله طبعا هو الفكرة الأصعب أن الشيطان نعم عم بيشتكى علينا أمام الآب بيشتكى على الإخوة ليلا ونهارا يعني الأمر بشكل مستمر بشكل مستمر فبرضو يعني إذا ممكن توضحنا الفكرة ليه بيشتكى علينا طيب خلينا أقول الموضوع من البداية عندي على الأقل أربع أسباب لماذا نحتاج المسيح الشفيع يا أخ نزار الأمر الأولاني لكي يحفظ مكانة المؤمن أمام الآب في السماء كيف وضع طبيعي يعني أنا في علاقة مع حضرتك حبايب وصحابه زي الفل لكن لا سمح الله لما تلاقيني كثير الأخطاء يا أخ نزار وضع طبيعي إنسانيا أني مكانتي وقيمتي هتقل ولا تزيد هتقل طبعا مش معقول واحد بلا أخطاء زي واحد النهار كله بيعمل ايه بيخطئ لأنني أزل وأخطئ كمؤمن مفروض إن مكانتي وقيمتي تقل إلا حافظ قيمتي ومكانتي قدام الله الآب لا تقل شفاعة المسيح دي جبتها منين؟ جبتها من إنجيل لوقة أصحح 22 عندما قال المسيح لبطرس سمعان سمعان هو هذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة ولكن طلبته من أجلك لكي ليفنى إيمانك قبل ما يخطئ بطرس قال له العدو هيغربلكم لكن أنا طلبت من الآب حتى تصير مكانتك وإيمانك وقيمتك ثابتة لأنك محتمي في شفاعتي فلن تظهر ضعفاتك أمام الآب لن تظهر أخطائك أمام الآب لكن ستظل في شفاعتي وقيمة كفارتي فتصبح مكانتك قدام الآب كم في المية؟ مية في المية هذا هو السبب الأولاني ليه أنا محتاج للشفاعة؟ لحفظ مكانتي أمام الآب السبب الثاني أخ نزار حضرتك ليه محتاج إلى الشفاعة؟ زي ما حضرتك بتفضل وذكرت أن هناك شيطان يشتكي واحدة من ضمن أسماء الشيطان المشتكي المشتكي والمقاوم والمقاوم العنف رؤية أصحح 12 الذي يشتكي على إخوتنا نهارا وليل يعني يشتكي يعني بيرى ابني وأنا ماشي في الأرض ويصدق ميلاء الشيطان ضعف أقع فيها أو زلة دائما بقول بالتجميع البسيط هو معاك كاميرا يروح مسور لك لقطتين ويطلع جري عند الله الأب يقول له إيه الحق الله الأب عارف طبعا أتخيل هذا الحوار يعني أن فلان ابنك دوت أخطأ وغلط غلطة وبما أنك إله قدوس فهو هذا الابن دوت يستحق العقاب ويستحق الموت إيه النتيجة بقى الكتاب يقول لنا أن هناك شفيع ضد هجمات الشيطان اسمع معي العبارة الحلوة التي تقلت في إرسالة روميا أصحح 8 وعدد 34 من سيشتكي على مختاري الله الله هو الذي يبرر من هو الذي يدين المسيح الذي مات بل بالحريقام الذي هو أيضا عن يمين الله الذي أيضا يشفع فينا لماذا لا تنجح شكوى الشيطان يا أخ نزار لأنه لما الشيطان إنجاز التعبير يطلع للسمى يشتكي ويقول له لي غلط هذا ابنك يقول له صحيح غلط لكن هذا الابن موجود في داخل شفاعة وكفارة المسيح وكفارة المسيح دفعت أخطاءه السابقة وأخطاء الحالية وأخطاء المستقبلة طبعا بمقصيمش استعجل الكلام هل ده معناه أن أنا يعني أخطئ برحتي؟ الإجابة طبعا لا هنرجع لها بعد شوية السبب الثالث واكتفي به ليه أحتاج إلى شفاعة المسيح واحد لحفظ مكانتي أمام الله الأب؟ نمرة اتنين لماذا أحتاج إلى الشفاعة؟ أحتاج لسبب شكوى الشيطان المستمر أربعة وعشرين ساعة علي رقم ثلاثة أحتاج إلى شفاعة المسيح لكي يرد نفسي ويرجعني مرة تانية وده اللي عمل الرب مع بطرس لما بطرس أخطأ بطرس ابن لله نعم وعندما أخطأ وأنكر المسيح وحزن وبكى بكاء مرّا وذهب إلى بحر طبرية أخ نزار ذهب إليه المسيح كالشفيع وهناك عمل مقاله دقود في مزمور ثلاثة وعشرين يرد نفسي عندما بدأ الحوار يا سمعان ابن يونة أتحبوني إرعا غا حزن بطرس والرب قال له إرعا يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه إحنا محظوظين مش بس بالمخلص اللي مات لأجلنا لكن قال له المرنّم أنت في العرش لأجلي يا شفيعي تضمن كل حياتي فإذا المسيح يشفع فينا والغريب وأنت بتتكلم عن الشيطان الشيطان هو الذي يغوي وهو الذي يسقط ويشتاكي وبعدها يشتاكي يشتاكين على كل الأصعدة يشتغل يشتغل أوكي خليني بدي أسأل كمان سؤال اللي هو طيب المؤمن أنا وأنت شو دورنا من موقفنا من شفاعة المسيح أشكر حضرتك لهذا السؤال يا خنزار الأمر الأول أن شفاعة المسيح تقودني إلى الإطمئنان والسلام أن مكانتي عند الآب لن تتغير مجداً لك يا رب وأن قيمتي في نظر الله ستستمر كما هي لأني في المسيح وأطمئن أن شكوى الشيطان ضدي لن تنجح ولن يصمد لأن هناك من يشفع لأجلي وهو الرب يسوع المسيح وأقتبس آية جات في رسالة يحنى الأولى أصحح أربعة أخنزار حب أول آية دية وعدد سبعتاشر يقول عن مكانتنا وإمتنا قدام الله عدد سبعتاشر يقول لنا بهذا تكملت المحبة فينا أن يكون لنا ثقة في يوم الدين لأنه كما هو المسيح كما هو في السماء هكذا نحن أيضاً في هذا العالم حسب ترتيب الآية صح يديني اطمئنان سأظل مضموناً ومحفوظاً ومكرماً لأجل شفاعة المسيح الأمر الثاني إيه موقفي أو رد فعلي من شفاعة المسيح هذا يقودني عندما أزل وأخطئ أن أرجع إلى الرب لأنه فيه روح القدس صحيح بيبكتني صحيح وبيخليني أحزن وفعلاً الإنسان اللي فيه روح الرب على طوله بيتبكت وعاوز يرجع للرب عاوز يتوب للرب بدون شفيع لي طب وانا شعرفنا ربنا هيقبالني تاني واش ضمنني أن ربنا ممكن يقولي أنا قبلتك وخلصتك زمان لكن إيه اللي خلك تغلط الغلطة ضيئة أنت امشي طلع برة وجود المسيح شفيع لأجل 24-7 يخليني أعرف أن منين ما أرجع للآب هيقبالني مزمور 32 يقول لنا قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيتي لذلك يصلي إليك كل تقين في كل وقت يجدك فيه معلش ممكن أطلع شوي عن الموضوع بالذات في هاي النقطة أخي إليا اليوم في حالة بين المؤمنين بيعتبروا أنه الله صامت يعني عم بيصلوا وينك يا رب وكثير مرات لا ندرك يعني حتى بيخطئوا في كثير من المؤمنين بيصابوا في حالة من اليأسة وربنا حيقبلني خلاص يعني أنا مزبوط طبك بس أنا رجعت ارتكبت الخطيئة وارتكبت الخطيئة شو ردك على هاي النوعية هل الله فعلا يعني صامت ولا مازال بيعمل لأن في ناس كتير مجروحة وحتى خايفة أنه يعني تتقدم لأله صحيح أخ نظار الله عندما أحباني أرجو أن أحباني مشاهدين قدوا لهم الحتة دي كويس قوي قوي عندما أحباني أحباني قبل أن يخلصني يعني لم يقل الكتاب ونحن بعد كويسين مات المسيح لأجلنا لكن يقول ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا رؤية واحد خامسة يقول الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيئة خلي بالك ما يقولش غسلنا وبعدين أحبنا لأ أحبنا وبعدين وقد غسلنا وقد غسلنا يعني حبنا في الأول دي أكد لي لما ييجي العدو يقول لي أنت وحش أقول له ما ربنا لما اخترني في الأول كنت وحش وهو حبني وأنا وحش وقال لي هذه الضمان الحلوة قوي يحنى عشر تسعة وعشرين قال أنا أعطيها حياة أبادية ولا انتهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي عندما قدم المسيح هذا الضمان ما كانش عارف أن احنا هنغلط ولا المسيح بيتفاجئ المؤمن بيخطأه الرد الثاني أنه محبة المسيح محبة أبدية وقيمة المؤمن في المسيح والكتاب قال من سيفصلنا عن محبة المسيح يعني ها حقيقة كتير مهمة الناس تدركها أخيلي أنت بتخدم وبتسافر كتير وبعدين بتسمع العبارة ربنا زعلان مني أنا مش كويسة أو أنا مش كويس أو يعني هذه العبارات وكأنه بحاول يرضي الله بشكل أو بآخر لكن الكلمة اللي بتشجعنا أنه يسوع قال من يقبل إلي لا أخرجه صحيح صحيح يعني أمر محتم بس مرات الإنسان بيضعف أمام هذه الحقيقة لكثرة التجارب والهجومات وبيعتبر كأنه الله صامت مش عم مش واخد باله منه هذا الاحساس اللي بمر فيه ليه لأننا نجهل عمل المسيح الشفيع في السماء لأجلنا الآن هاكتبس آية بس جات في رمية خمسة يقول الكتاب لأنه رمية خمسة عشرة لأنه وإن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته يعني لما كنا خطى خلصنا بموته على الصليب ونحن مؤمنين لذلنا نخلص بحياته كشفيع لأجلنا في السماء ما أعظمه وبنفس الأحاح في آية خمسة واربع عشرين الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة لا يأتي إلى دينونة الشيطان إحنا سمعنا عنه إنه هو المشتكي وهو اللي بحاول يحبط ويحطم ويغربل ويرعب ويخيف ويحسسنا كأنه الله بعيد عنا منفصل عنا الله بحب ناس أكتر من ناس الله يمكن أتعامل معي باستركني لا لا الرب موجود حي يشفع كل حين كل حين هاي مهمة جدا والكتاب بحث المؤمن إنه نتقدم إلى عرش النعمة يعني دايما نتقدم بشكل مستمر للآب لأن الشفاعة مستمر حضرتك بتسألني قلتني إيه موقفي أنا أو رد فعلي قدام شفاعة المسيح كمؤمن قلنا أول حاجة تعطيني الأطمئنان والسلام أن مكانتي في المسيح وأمام الآب محفوظة 100% لسبب شفاعة المسيح النقطة الثانية أن هذه الشفاعة تشجعني أن أرجع إلى الآب وأتوب وأرجع فيقبلني حسب بناء على شفاعة المسيح الأمر الثالث شفاعة المسيح ليست مبر الاستباحة والخطيئة وده أمر لازم أأكد عليه قبل ما الحلقة تخلص واحد يقول طالما المسيح بيشفع لأجلي الحمد لله فأنا روح لأعمل يعني مفتوح اللي بدي يا زي ما بيقوله واللي أنا عايزه وخلاص المسيح بيشفع أقول طبعا أمر خطير أن أقول هذا ولا أعتقد أخي النزار أن في مؤمن حقيقي يقول هذه الكلمة واللي بقول هذه الكلمة أنا باعتبره مش مؤمن يعني أنا رب اللي بيحكم كش عايزة أقولها كده يعني نحن الذين موتنا عن الخطيئة كيف نعيش وبعد فيها لكن الكتاب يقول إن أخطأ أحد عارض وأنا ماشي طالع من عند حضرتك إن ظلقت رجلية وإعتقص بين عني إن أخطأ أحد وارد أن أنا أزل أيوة وارد أن أنا أزل لكن ماذا يحدث إن أخطأ أحد أحبائي فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار لكن ماذا لو المؤمن دوت أفترض أنه مؤمن حقيقي استسهل الخطيئة وكرر الخطيئة واستسهل البعد عن الله هناك تأديب وهذا التأديب أحبائي لأن أولاد الله هم اللي بيتأدبه أي ابن لا يؤدبه أبوه فكل من يحب الرب يعمل إيه يؤدبه وقد يصل التأديب إلى درجة الموت كورنسوس الأولى أصحاح 11 بيقول لنا لأنه لو كنا قد حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا ولأننا رفضنا أن نحكم على أنفسنا ونتوب كمؤمنين عن الخطيئة والضعفات حكم علينا من الرب لكي نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم من أجل ذلك فيكم كثيرون ضعفاء وكثيرون مرضى وكثيرون يرقدون والكتاب بيحكي عن الطبيعتين في المؤمن بيتكلم عن الإنسان الجسدي بيتكلم عن الإنسان الروحي في الطبيعة مرات بتحاول يعني تطلع الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد فكتير يعني إحنا بقول الكتاب بالروح تميتون أعمال الجسد ففي حرب اللي هي الذات وهي بتضلها للممات لكن المؤمن اللي عاوز أقول أنه بلا عزر لأنه بيأخذ الطبيعة الإلهية صرنا شركاء الطبيعة الإلهية صرنا خليقة جديدة صرنا أبناء وبنات للرب واتقدسنا في المسيح أصبحنا أبرار بر نعم المسيح وهكذا امتيازات ومواصفات اللي تعبير عن القداسة في حياة المؤمن اللي خلاص الطبيعة القديمة صرنا نكره الأشياء اللي بنعملها ونحب البر نحب القداسة نحب نتشبه بيسوع المسيح لكن وإحنا في البرية في ستينز يعني في مرات بتلمس بقعة من هون بقعة من هون وبيقعوا مثل ما ذكرت أنه في تأديب في تأديب لما الإنسان بيتساهل وبيتمادى كمان صحيح فالرب صحيح يصفع زي ما حاجة ذكرت نقطة حلوة أن هناك صراع بين الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد نعم كلاهما يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون ده صحيح لكن مهم جدا فيه دور علي أنا كمؤمن دور اللي علي يقول الكتاب إنما أقول أسلك بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد أنا في علي دور كمان أما الشهوات الشبابية أغرب منها لا ولازم أغذي الروح أنا بغذيها بكلمة الله بالصلاة بالشهادة بالاجتماع مع المؤمنين فأنا أكتر بتقوى خلاص صحيح يعني الطبيعة الروحية بتكبر والطبيعة الجسدية الأديمة بتصير تصغر لأن الروح صحيح صحيح إنسان الروح صحيح ولسيما أن هذه الطبيعة وهذا الجسد الذي فينا قد حكم عليه في الصليب بالموت إنساننا العطيق قد صلب معه لكي يبطى الجسد الخطيئة كي لا نعود نستعبد أيضا للخطيئة فأنا عندي الإمكانيات أنا عايز أقول وعلى فكرة عاوز بس يعني أنا أنبه للمشاهدين إنه إحنا عملنا حلقة كاملة عن المؤمن الجسدي والمؤمن الروحي ومؤمن بس فيه مؤمنين بيسلكوا في الجسد مش إحنا ما تكلمناش على غير المؤمن يعني مؤمن المبيعي أيوة وهي الحلقة فيك تفوت على موقع نور لجميع الأمم وتشوف هذه الحلقة بالكامل عن مواصفات المؤمن الجسدي والمؤمن الروحي وإزاي ننتصر طبعا من خلال عمل الروح القدس آسف أنا طلعت عن الموضوع بس كان لازم نقطة ضرورية أوي نقطة ضرورية لأن الواحد يتساهل في الخطيلة رب أعطانا الطبيعة طبيعة البر والقداسة وصرنا خليقة جديدة وإن الله بكمل عمله لأننا نحن عمله التحفي بتاعته عم بيشتغل علينا حتى نتكمل ونتشبه بيسوع المسيح المؤمن الحقيقي يشبه في الكتاب بالخروف البعيد عن الله في الكتاب يشبه بالخنزير حتى أن الكتاب يقول أنه مهما هذا الطبيعي أو الإنسان الخاطئ الذي لم يقبل المسيح مخلصا حتى لو تدين وحتى لو مارس التقوص الدينية سرعان ما يجري لكي يرقد إلى الوحل والطين أصابهم في المسل الصادق كلب عاد إلى قيئه وخنزيرة مختسلة ترجع مرة تاني إلى مراغة الحمق رح أتأخذ فاصل أخيلية وبعد هذا الفاصل أنا عاوز يعني من كل هذا الموضوع نلمه أنه اللي عم بشاهدنا شوه الخلاص اللي عاوز يفهمها فأنا إذا عندك سؤال وعندك مداخلة يمكن حلقة بتنتهي بعد شوي لكن من فضلك التواصل ما بينتهي في عنا إخو وأخوات اللي بشكل مستمر عاوزين يتواصلوا في شي مش واضح عاوز تتوضحه عاوز تستفتر عنه بكل سرور اتواصل معنا إما عن طريق الهاتف عن طريق النت عن طريق الفيسبوك أي وسيلة فيك تتواصل ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المسيح المسيح الوسيط والشفيع نواصل حديثنا مع الأخ إليا كورولوس خادم الرب أهلا وسهلا أخ إليا أهلا بيك إذا ممكن عشان نقول يمكن في ناس بتدخل متأخرة على الحلقة إيه الفرق بين الوسيط والشفيع اتفقنا في بداية الحلقة أن المسيح يعمل عمل الوسيط بين الخاطي وبين الله القدوس المصالح اللي يأخذ إيد الإنسان الخاطي العايز يقترب إلى الله القدوس فيدخل به في كفاية عمله الكفار فوق الصليب فالله القدوس يقبل الإنسان النجيس في هذا الوسيط الرب يسوع المسيح ويعني اتكلمنا طبعا بإسهاب نوعا ما عن موضوع الشفاعة المسيح الشفيع إيه الرسالة اللي عاوز اتوصلنا إياها من خلال المسيح الشفيع عايز أقول أنه عمل المسيح وخدمة المسيح لأجلي أنا كمؤمن كمؤمن لم تنتهي أنه خلصني وفداني مع أني دي كتير قوي ولم تنتهي أنه أنقصني من الجحيم وأعطاني حياة أبدية لكن قال واحد من المرنمين معي برحلة العمر بطول العمر يرعاني المسيح معي يضمن وصولي إلى السماء من خلال وجوده في السماء هناك لأجله يدير كل ما يخصني أولا يحفظ مكانتي وعلاقتي مع الآب في خلال حمايتي في كفارة شفاعته وأيضا يحامي عني أخ نزار ضد هجمات الشيطان المستمرة وشكوى ولسيما أن الشيطان يستخدم أخطائي كمؤمن ويستخدم زلاتي كمؤمن يضعف في البرية ويذهب بها إلى حضرة الله الشيطان طالع مع حاجات وقعية بيقول لله فلان غلط وهناك اللي يضمن وجودي قدام الآب ويرد على شكوى الشيطان هو شفاعة المسيح وبحب أول آية العبارة الجميلة أقولها مرة تاني من سيشتكي على مختار الله الله الذي يبرر إن كان الله بررني هل بعدما الله قال إن إلي تبرر بدم ابني يقدر واحد يسحب مني التبرير تاني الإجابة لا ولماذا؟ لأن المسيح 24 ساعة العمر كله يغطيني بكفارة شفاعته ويغطيني بعمله الكامل فوق الصليم المسيح أرسل الروح القدس والكتاب بقول لا تحزنه روح الله القدس الساكن فيكم يعني كتير مرات إحنا منحزن الروح القدس نعم بالخطية اللي بنرتكبها ومنحزن الروح القدس عدم فهمنا للقيمة اللي الله أعطانا ونا حبيت أنت لما وجهت فكرة حلوة إنه محبة الله ما بتتغير نعم محبة أبدية محبة أزلية ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا وعبرت الآية من سفر رؤية الذي أحبنا وقد غسلنا يعني هو بيحبك بغض النظر لأنه بيحبك كمان غسلك وافتداك من الخطيئة هاي الحقيقة لها بعد عميق يا أخي وأنا نفسي بس أتوضح الفكرة إنه قديش امتيازاتنا وإمكانياتنا وحقوقنا في يسوع المسيح وقيمتنا يعني المحبة الأبدية وقيمتنا الغالية العزيزة إحنا غاليين على قلب الله يعني مش مجرد واحد يعني رقم في سجلات حكومة ولا في النيسة الله مهتم فيه يعني بقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معنا للخير فإذا في عمل متكامل ومستمر أرجع تاني وأكد على الحقيقة اللي بيشكك المؤمنين وتعبهم أنه بيفتكروا أن المسيح دوره انتهى معاي عندما خلصني وأنا بقى علي بشطرتي أكمل بقية الرحلة لكن في عبرانين سبعة وعدد خمسة وعشرين يقول من ثم يقدروا أن يخلص أيضا إلى التمام لحد النهاية الذين يتقدمون به إلى الله إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم أخ نزار عندما أحبني الله الآب أحبني محبة أبدية وعندما خلصني أعطاني خلاصا أبديا وعندما أعطاني الرجاء أعطاني رجاءا أبديا الله مدنيش حاجة وقتية أو قال لي هديك خلاص عبارة عن خمس سنين أو هديك خلاص عبارة عن عشر سنين لكن إداني خلاص أبدي ودوة اللي بيخليني أطمن أني إمتي ومكاني محفوظة إلى الأبد في داخل كفارة وشفاعة المسيح أمام الله الآب أحد من النقاط ذكرت أنه رب يعطينا الراحة الإطمئنان الضمان والسلام أنا عايش في سلام في يقين على أساس ما فعله يسوع المسيح لكن هذا أيضا من الجانب العامل زي ما تفضلت وذكرت لا يقودني إلى الاستباحة ولا يقودني الاستمراء الخطيئة والاستمرار فيها بل بالعكس يقودني إلى أنني أقدر عمل المسيح لأجلي وعندما أخطئ أرجع بسرعة وأقول مع دعود أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أسام خطيتي وأحذر كمؤمن لأنه إذا تهونت مع الخطيئة هناك تأديب وهذا التأديب قد يصل إلى درجة الموت لكن المؤمن الحقيقي في المسيح بشفاعة المسيح لن يفقد الحياة الأبدية شو هي رسالتك الأخيرة من خلال هذا الموضوع لكل مشاهد الرسالة الأخيرة اللي عايز أقولها الأحباء الأفاضل إن كنت بعيد عن الله أشجعك أن تأتي وتضع يدك في إيد الوسيط المصالح وتدخل إلى الله وتتصالح معه بيسوع المسيح المصالح والوسيط وأشجع أحباء المؤمنين اللي قابلوا المسيح مخلص اطمئن أنت في المسيح وأنت مضمون أمام الله الآب في شفاعة وكفارة المسيح لكني أشجع نفسي وإياك أن نعيش حياة القداسة فنظير القدوس الذي دعانا لنكن قدسين كما هو أيضا قدوس أخي إليا شكرا جزيلا وإن شاء الله نشوفك في حلقات أخرى ربنا يبارك شكرا أخي نزار أخوتي وأخواتي في الختام أنا عاوز أقول شيء مهم لكل شخص بيتهاون بيتمادى على نعمة الله وكل شخص عايش في الخطيئة وكأنه لا يحتاج إلى خلاص الرب حي الرب موجود وبيعرف وبيشاهد كل شيء لكن مثل ما اسمعنا تخيل أنه أنت في فكر الله الأزلي أنت في موضوع عنايته محبته فداءه مكتوب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم اسمع كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح لاحظ معروفا سابقا قبل تأسيس العالم لكن هذا العمل أظهر إلنا في الأزمنة الأخيرة فإذا محبة الله ما بتتغير ومش أنه الله بحب اللي بحبه والله بحب إذا أنت كنت كويس أو إذا أنت كنت صالح ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطات مات المسيح لأجلنا عنده خطة رائعة من أجل خلاصك بس شو المشكلة بقول أجرة الخطيئة هي موت أما هبت الله فهي حياة أبدية في المسيح يسوع ربنا أدرك أنه أنا محتاج لنعمة الرب محتاج للخلاص محتاج أتغير محتاج أتوب عن خطيتي محتاج أضع ثقتي وإيماني في عمل المسيح الكامل الكفار على الصليب غطاني سطرني مات بديلة عني كفارة عني ولأجلي حتى أنا للحياة أنا للغفران ومن ناحية أخرى الله بينظر إلي من خلال بر المسيح فبسير ابن خليقة جديدة وباخد الحياة الأبدية وضمان الحياة كما قال يسوع من يقبل إلي لا أخرجه خارجا أسرع صلاة صليها الآن قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ بحب أسمع منك الرب باركك اشتركوا في القناة